أزمة كورونا تعد أكثر الحالات الطريقة تأثيراً في قطاع التعليم في التاريخ الحديث فالجائحة جعلت أكثر من 168 مليون طالب وطالبة حتى الآن خارج التعليم وهناك أكثر من 888 مليون طفل في جميع أنحاء العالم ما زالوا يواجهون اضطرابات في تعليمهم بسبب الإغلاق الكامل والجزئي للمدارس لم نستطع الذهاب للمدرسة بسبب الإغلاق ولم يكن الحصول على تعليم إلكتروني ميسراً لدينا مشكلات في الاتصال بالإنترنت وأحياناً كان الإنترنت يتقطع لم تكن هناك قدرة لدى العديد من الفتيات على العودة للمدرسة بعد انتهاء الوباء فقد تزوج بعضهن أو عائلاتهن لا تشجعهن على الذهاب للمدرسة لذلك ضاع مستقبل كثير من الفتيات الشراكة العالمية من أجل التعليم أكبر صندوق عالمي مخصص بالكامل لتمويل التعليم تحركت مع شركائها من أجل إعادة الأطفال إلى فصول التعليم نحن نقدم الأدوات التقنية والدعم السياسي لتمكين الحكومات من تقديم أداء أفضل على صعيد التعليم ماذا يعني الأفضل؟ يعني أموالا أكثر، دعما أقوى، والوصول إلى أكثر الأطفال تهميشا نريد أن يتمكن كل الأطفال في كل المناطق والأرياف من الذهاب إلى المدارس كي يتعلموا مبادرة الشراكة العالمية من أجل التعليم أثنت على اعتماد دول في فترات الإغلاق على أسليب ابتكارية في تقديم التعليم حتى لا ينقطع طلابها عن الدراسة أنتم تعلمون أن ظروف البنية التحتية لكل الدول مختلفة فبنية بعض الدول التحتية تعتمد على الراديو والتلفزيون بينما اعتمد التعليم في دول أخرى بعد تفشي كورونا على الموبايل لتقديم الدروس إذن لقد رأينا دولا تستعمل حلول المبتكرة المختلفة لاستئناف التعليم ذكزت الشراكة العالمية من أجل التعليم من خلال حملة رفع يدك المستمرة حتى عام 2025 على جمع خمسة مليارات دولار لتعليم أكثر من مليار طالب وطالبة في تسعين دولة ما بين مارس وسبتمبر من العام الماضي خصصنا خمسمائة مليون دولار كمنح والمنحة ما بين سبعة ملايين إلى عشرة ملايين دولار لست وستين من الدول الشركة لنا لمساعدتها في استئناف التعليم قالت الشراكة العالمية من أجل التعليم إن عملية التمويل تتم بشكل كامل ضمن إطار رقابي وتقييميا صارم ويتم إجراء تقييمات ودراسات بشكل منتظم الحكومة هي شركاؤنا وبعض المنظمات غير الحكومية الكبيرة توزع الأموال طبقا لاتفاقيات المنح المتفق عليها نحن نضع الحكومات في مقعد القيادة لتحدد طريقها في توفير التعليم لم يكن هدف مبادرات الشراكة العالمية من أجل التعليم خصوصا بعد تفشي كورونا إعادة الطلاب لفصول الدراسة فحسب إنما التركيز أيضا على جودة التعليم ومساواته شكرا